بس أخبارنا خلصت لأم كاملين مع حضراتكم أخبارنا ولكن المحل منتخب اليد بيستعد لمبرايتين وديتين مع البرازيل في أجندته الدولية منتخبنا الوطن الأول لرجال كرة اليد بكادة مديره الفني روبرتو جارسيا باروندو بيهيلعب مطشين مع منتخب البرازيل في الأجندة الدولية والذي هتكون كمان حوالي أسبوع أو عشر تية المنتخب يلعب مع البرازيل مطشين 17-19 مارس اللي احنا فيه على صالة المركز الأولمبي بالمعادي المطشين دول هيبقوا جوه الأجندة الدولية وده هيخلي اللعبة المحترفة بتاعتها تيجي وتشارك في المطشين وهيكونوا إعداد كويس طبعا لأم الأفريقية التي تبقى في شهر ستة فكر حضراتكم طبعا أن الاتحاد الأفريقي أجل بطولة أفريقية من شهر واحد لأسباب ما نعرفهاش حتى شهر ستة ما قالش معلنش عن أسباب ولكن أكيد طبعا جائح الكورونا كان ليها دور كبير في هذا القرار البطولة تبقى في شهر ستة في المغرب في مدينة أغادير وهي المدينة اللي دائما أبدا بتستضيف فعليات ومسابقات كرة اليد الأفريقية واحد يعني المدن أو معقل كرة اليد في المغرب طيب أنا عايزة أتكلم عن المنتخب اليد شايفين يعني منتخب اليد أو اتحاد كرة اليد أو السيستم اللي بيعمله كرة اليد لأنه كل توقف بيعمل مراشات دولية عشان يبقى دائما المنتخب صاحي هاتلي منتخب تاني في مصر بيعمل كده كرة اليد مفيش سلة ما بيعملوش كده طائرة ما بيعملوش كده اللي ألعبك اللي ما بتعملش كده طب ليه إيه اللي ينقصنا إن إحنا نعمل كده زي اليد سواء الطائرة طبعا التحاج جديد جاي أتمنى إن شاء الله ندفع عمل دوري قوي لحقيقة دوري سادي قوي جدا ولكن نتمنى نشوف يعني نفس اللي بتعمل في التحدي اليد يتعمل في تحديات أخرى بعد كل أربعين يوم تلاتين يوم نشاط محلي ستوب أخذ منتخبي أروح ألعب مطشين مع فرقتين منتخبات منتخبات مش هروح ألعب أندية ألعب منتخبات زي اللي هقبلهم واللي بشوفهم والمدارس اللي أنا بشوفها أروح ألعب مطشين جامدين وأرجع أكمل المحلي تاني في الوسط ممكن أجمع المنتخب تمرينتين تلاتة كل أسبوع خلي بالكم مدير فني المنتخب مستر روبرتو هو بيمرم في ألمانيا مسك أحد الفرق الألمانية هو أحد المرشحين لأفضل مدير فني في العالم سنة عشرين وعشرين وعشرين وهو يستحق لأن الحقيقة أخذ منتخب مصر الحمد لله رب العالمين عمل معه نتائج كويسة وكان الأولمبياد زي ما حدثك شفتوا خدنا رابع وكنا نستحق مدالي ولكن اللي عايز أقوله أنه متى سيتعلم الاتحادات الأخرى من تحكرة اليد أنا بقولي السؤال ده بقالي سنين موضوع مش مكلف أنت النهاردة البرازيل جاية تلعبك فين في المركز يولومبي في المعادي يعني معنى كده أن البرازيل هتوقت في المركز يولومبي في المعادي وهو أحد المنشآت الرياضية التي تملكها الدولة المصرية وتم تجديده منذ فترة قليلة بقى حاجة جميلة جدا فندق وجنبه صالة في نفس المكان بتنزل من قطك خطوطين تكون في ملعب الكبير بتعمل في ملعبين في المركز يولومبي ويامع عسكرنا فيه بس إحنا عسكرنا فيه قبل التطوير فأصدق لكم ده مش هيكلف منتخب مصر حال دعوة للبرازيل وتيجي يلعبوا مطشين شكرا مع السلامة لعبة المحترفة جاية هو ده الكلام إنما إن أنا أقعد منتخب ما يقعد بالست شهور ما يشوفوش بعض وتمان شهور ما يشوفوش بعض وبعد كده هب أروح بجمع المنتخب وعايزوا يطلع كاس عالم طب إزاي؟ إزاي وما فيش إعداد؟ إزاي والعبة دي أو مرة تلعب مع بعض؟ هو ده السؤال اللي أنا بتسأله كل التحية لاتحاد كرة اليد والقصر كرة اليد كلها الحقيقة لأنه أي تحدي يروح ويجي هي نفس السياسة اللي أسسها العظيم الدكتور حسن مصطفى منذ القديم الأزل من دعاية طفرة كرة اليد في أول اتسانات